للمزيد من التفاصيل حول أوضاع الأسرة الأربعة المعاد اعتقالهم والأسرة بشكل عام في سجون الاحتلال ينضم إلينا من فلسطين المحتلة محامي هيئة شؤون الأسرة والمحررين خالد محاجنة أستاذ خالد صباح الخير أتمنى أن يكون هناك خير في هذا الصباح بعدما سمعنا من ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماع عن حالة البطل زكريا ونفي الاحتلال ونحن لا نستبعد على قتلة الأطفال والنساء ومختصبي الأرض أن يكونوا قد تصرفوا بهمجية وبهذه الوحشية مع الأسير زكريا سيدي ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن حالة الأسير البطل زكريا لزبيلي للأسف منذ خمسة أيام نحن نمنع من مصحة السجون المخابرات الإسرائيلية من لقاء الأسرى الأربعة ومن ضمنهم الأسير زكريا زبيدي لأسباب غير مكنعة لأسباب بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع ومنافية لكل المواثيك والمعارفة الدولية والقوانين الإسرائيلية لا أحد يعلم ما هو مصير الأسرة حتى هذه اللحظة نحن منذ يوم الاعتقال نعمل كل ما في وسعنا نطرق كل الأبواب أمام مصحة السجون المحاكم الإسرائيلية ولكن لم ينصفنا أحد بالقضاء الإسرائيلي حتى هذه اللحظة من أجل السماح لنا كمحامين لنتمينا بالأساس على صحة الأسرة وبالأساس صحة زكريا زبيدي الذي تعرض على الاعتداء وقت الاعتقال ولا أحد يعرف ما هو مصير زكريا زبيدي هل نقل من المشفى فعلا هل لم ينقل المشفى ما هي طبيعة الإصابة ومن هو المعالج المشرف على زكريا زبيدي من مصحة السجون أو طبيب محايد عمليا هناك إخفاء وتعتيم لكافة تفاصيل بالأساس تفاصيل الصحية والحالة الصحية للأسرة والتفاصيل المعيشية والظروف الذين يعيشون داخل المعتقل ومرحلة التحقيق التي يمرون بها اليوم من المنتظر متوقع أن ينتهي أمر منع لقاء المحامي الثاني الذي أصدر من قبل المخابرات للقاء الأسرة في منتصف الليل اليوم نأمل أن يسمح لنا بعد ذلك بلقاء الأسرة ولكن أنا لا أتوقع أتوقع المخابرات تحاول الاستفراد بشكل كبير أستاذ خالد أنتم اتبعتم جميع الإجراءات القانونية للقاء الأسرة والاستفسار عنهم طب ما هي الإجراءات أو الأدوات المتاحة لدينا اليوم في ظل تعنت الاحتلال هل هناك أي طرق للضغط لمعرفة أي معلومات بطريقة قانونية؟ عمليا من النواحي القانونية نحن نعمل أمام القضاء الإسرائيلي الغير محيد فالوسائل محدودة بهذا الإطار نحن كمحامين نعمل في هذا المجال نحن نترك باب المحاكمة الإسرائيلية وغدا سوف نترك باب المحكمة العليا ولكن لا نعول الكثير على هذه المحاكم من أجل انصافنا بالأساس لستماح لنا بلقاء المحامين ولكن نحن نعول على أبناء شعبنا الفلسطيني بالحراك بإسناد الأسرة على الحركة الأسيرة داخل السجون من أجل الضغط على المؤسسة الإسرائيلية والضغط على المخابرات السماح لنا في هذه المرحلة بالأساس الإطمئنان على وضع الأسرة وخاصة بعد الرواية الإسرائيل والإشعاعات التي تقوم المخابرات بتسريبها وبثها حول مصير الأسرة من أجل زعزعت ونزع الروح والمعنويات التي خلقتها أصلا هذه العملية الهروب من الأسرة ننتظر حتى منتصف هذا الليل وعلى أمل أن نلتقي الأسرة ونأتي بالرواية الحقيقية والرواية الصحيحة من الأسرة أنفسهم ولا نعتمد على الرواية الإسرائيلية وأنا أنصح من خلال هذا المنبر أن نتعامل بحذر مع كل ما ينشر على وسائل التواصل من الإعلام العبري لأن الإعلام العبري له هدف واضح هذه روايته من أول يوم اعتقال الأسرة يحاول الخروج بإنجاز معين من كل هذا الفشل الذي سببه الإحراج سببه له الأسرة وننتظر حتى نقل الرواية الحقيقية للأسرة طيب أستاذ خالد بعد الانتصار الكبير والمدوي بانتزاعهم لحريتهم وحفر هذا النفق متجاوزين جميع حواجز الاحتلال وجميع آلات وكاميرات الاحتلال وهروبهم من هذا المعتقل وإعادة اعتقالهم مرة أخرى يعني التهم الجديدة الملفقة للأسرة كيف سيتم التعامل معها وكيف تؤثر أصلا على وضع اعتقال من هو محكوم بالمؤبد عمليا يعني المخالفة الوحيدة التي ممكن لإسرائيل أن تحاكم الشباب عليها في محاكم تأدبية داخل مصحة السنون هي عملية الهروب ولكن إسرائيل كما ذكرت تحاول الخروج بإنجاز معين وتلفيق تهم هذا ما حصل يوم السبت الماضي يوم إحضار الأسرة للمحكمة قامت المخابرات والشرطة الإسرائيلية بتوجيه تهم بعيدة كل بعض عن الواقع تهم أمنية خطيرة جدا حاولت ربط عملية الهروب بعمليات أمنية أخرى بالدعاء أنها تمثل بدولة إسرائيل كما مثل تأمر القيام بعملية رهبية خلال فترة الخمسة أيام التي كانوا بها الأسرة أحرار ولكن الأسرة هدفهم الوحيد كان فقط الحرية فقط نيل الحرية والخروج للحرية بدون القيام بأي مخالفات ولكن هذه الأسليم المخابرتية هذه دولة إسرائيل التي تحاول على حساب الأسرة إعطاء طابع ونزع أمنية لكل هذا الموضوع من أجل إرضاء المجتمع الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي أتوقع أن إسرائيل سوف تقدم لواحة اتهام خطيرة جدا بحق الأسرة تتعلق بتهم أمنية وسوف يعجهون إضافية للأحكام المؤبدات التي يواجهونها في السجون بالإضافة لرحلة انتهاكات وإجراءات نعم أستاذ خالد نحن بانتظار أن تشرق الشمس يوما من هذه المعتقلات وتغطي كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة شكرا جزيلا لك محامي هيئة شؤون الأسرة والمحررين خالد محاجنك كنت معنا عبر سكايب